اشتركوا في القناة او البقدونس الحار يعتبر حب الرشاد صيدلية متكاملة في المنزل فهي من النباتات التي تمتلك خصائص وفوائد طبيعية لشفاء الامراض ومن بينها امراض المناعة والقلب والاوعية الدموية والسرطان وقد اوصان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهميتها للشفاء فعن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا في الامرين من الشفاء الثفاء والصبر اخرجه الترمذي والحب الحمراء هي نبات عشبي اخضر اللون لديه الكثير من التفرعات في سيقانه كما ان بذوره ناعمة الملمس وصغيرة ويكون لونها مائلا الى اللون الاحمر ويعتبر حب الرشاد نباتا معروفا منذ العصور القديمة بفوائده الصحية واستخداماته المتنوعة ولكن اكثر اجزاء هذا النبات الشعبية هي بذوره كما ان لزيته العديد من الاستعمالات الطبية ما هي استخدامات حب الرشاد؟ لا تقتصر شهرة حب الرشاد على العالم العربي في حسب فهي واسعة الاستخدام في دول عديدة لاغراض طبية وغذائية كما تنمو في الكثير من انحاء العالم وتستخدم في الطبخ لتعطي نكهة شبيهة بالفلفل واكثر اجزاء هذه النبتة استخداما هي اوراق الرشاد وتستعمل للغذاء والعلاج وحبوب الرشاد هي الاكثر استخداما في العالم العربي ويتم تناولها عادة كمشروب بعد نقع الحبوب في المياه المغلية وتحتوي الحب الحمراء على عدد من الفيتامينات الهامة ومنها فيتامين بي 6 وجيم والف هذا الى جانب ان هذا النوع من الحبوب يحتوي على عدد من المعادن منها الحديد والصوديوم والمغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها وحب الرشاد يستعمل مغلي او منقوع او مسحوق مرة الى مرتين خلال اليوم ودون اي اضافات عليه او يمكن اضافة العسل او الحليب ورشاد عموما يأخذ بجرعات متوسطة ولفترة محددة والمناسب هو ملء ملعقة صغيرة في اليوم ولمدة لا تزيد عن الشهرين اما فوائل عشبة الحب الحمراء الصحية كثيرة نذكر منها انها تعالج فقر الدم والانيميا حيث تعمل العشبة على زيادة كرات الدم الحمراء فضلا عن قدرتها على رفع معدلات الهيموغلوبين في الدم مما يجعله فعالا للغاية في علاج الانيميا تعمل العشبة ايضا على علاج الطرابات الطمث وتنظيم الدورة الشهرية وهذا لان هذه العشبة تعمل على تنظيم معدلات الهرمونات في الدم فضلا عن قدرتها في التحكم في هرمون الاستروجين ونسبة افرازه في الجسم هذا الى جانب ان هذه العشبة تعمل على ضبط معدلات هرمون البرولاكتين وتساعد ايضا الحب الحمراء على علاج العديد من الطرابات المتعلقة بالهضم وامتصاص الطعام كما انها تفيد في علاج الامساك والوقاية من الاصابة به وعلاج الانتفاخ وطرد الغازات وتسهيل حركة الامعاء وتقول حب الحمراء العظام حيث تمدها بالكالسيوم المهم لمنع حدوث الهشاشة كما تعمل على تقوية عضلات الجسم والمفاصل وتزيد من مرونتها والدليل على فعاليته استخدامها في صناعة المراهم التي تسكن الام الكدمات والندوب التي تظهر بسبب الحوادث في جسم الانسان وجلده تعمل الحب الحمراء أيضا على علاج التهابات الشعب التنفسية فضلا عن أنها تعمل على علاج الكحة والتهاب الحلق والسعال كما أنها تعمل على تخفيف الآلام وذلك لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من فتامين جيم وتحتوي هذه العشبة على عدد من المضادات الأكسدة وفتامين جيم وبذلك فهي قادرة على حماية الخلايا من الانقسامات التي تتسبب في الإصابة بالسرطان كما أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وقد أثبتت بعض الدراسات أن العشبة قادرة على علاج الخلايا التي تعرضت للتلف من الإصابة بالسرطان ولكن هناك بعض الدراسات تحذر من استخدامه في حالات الإصابة بسرطان الثدي على وجه التحديد وكل هذه الفوائد مقرونة بالاستخدام الصحيح والتأكد من أنه مناسب لصحتك وإلا فأن حب الرشاد قد يحمل تأثيرات سلبية على جسم الإنسان ومن أهم مميزات العشبة أنها تعمل على تعزيز كرات الدم البيضاء وبذلك فهي قادرة على تعزيز جهاز المناع ومقاومة الأمراض وتعمل العشبة أيضا على تخفيض نسبة الكوريسترول الضار مما يجعله قادر على تحفيض نشاط الكبد وزيادة الكوريسترول النافع لذا فالعشبة لها فعالية كبيرة في تحسين أداء الشرايين والمجاري الدموية وتقوية عضلة القلب ومنع التجلطات وأيضا تعمل العشبة على زيادة تدفق الدم في الجسم ومن ثم سهولة وصول الدم في المناطق التناسلية لذا فهي تنشط القدرة الجنسية عند الرجال كما أنه يمكن تناولها لتنشيط الرحم ومن ثم فهي تساعد على الحمل ويمكن تناولها أيضا في الأيام الأخيرة من الحمل حتى تساعد على تسريع عملية المخاض وتسهيل الولادة الطبيعية كما أنها تفيد في تنعيم الشعر وتحفيز الكولاجين في البشرة وشد البشرة وتنعيمها تحتوي الحب الحمراء أيضا على قيمة علاجية كبيرة وتعد بمثابة صيدلية متكاملة يجهل الكثيرون فوائدها العلاجية لما تحتوي عليه من فيتامينات وأملاح معدنية وحديد وكالسيوم لكن أضرار حب الرشاد المحتملة هي تأثير حب الرشاد على الحمل يسبب حب الرشاد حدوث تقلصات وانقباضات في بعض الأعضاء ومنها الرحم لذلك يفضل تجنبه أثناء الحمل كي لا يتسبب في حدوث أي نزيف أو يزيد من مخاطر الإجهاد وبشكل عام يفضل تجنب المرأة الحامل والمرضع لحب الرشاد لعدم ثبوت أن استخدامه آمن في هذه الفترات أو تأثيره بالتحديد على الجنين أو الرضيع وينطبق ذلك على الأعشاب الطبية الأخرى فيجب استشارة الطبيب قبل تناول أي منها أيضا يعمل على خفض سكر الدم قد يكون التحكم في سكر الدم والسيطرة على معدلاته من الأمور المطلوبة إلا أن تأثير حب الرشاد على سكر الدم قد يكون خطيرا بالنسبة لمرضى السكري الذين يعانون من تذبذب معدل السكر ويتناولون الأدوية المنظمة لذا لا بد من الحذر البالغ من تناول حب الرشاد لمرضى السكري وعدم تناوله إلا بإذن الطبيب وبجرعات محسوبة ويجب الاستمرار في مراقبة مستويات السكر في الدم حتى لا ينخفض إلى معدلات تشكل خطرا على الصحة والحياة أما بالنسبة لضغط الدم كما في مشكلة خفض السكر قد يكون خفض ضغط الدم من التأثيرات المرغوبة لتناول حب الرشاد إلا أن حب الرشاد قد يكون مؤذيا لمن يعانون من مشاكل أو أمراض ضغط الدم خاصة ضغط الدم المنخفض وفي حالات الجراحة هناك مخاوف من الأدوية والأعشاب التي تؤثر في التحكم بمعدلات ضغط الدم كما ذكر آنفا فإن حب الرشاد قد يتدخل في هذه المعدلات لذلك يوصى بتجنب حب الرشاد قبل الخضوع لأي جراحة مقررة بأسبوعين على الأقل لتلافي أي أضرار أو تأثيرات غير مرغوبة وحب الرشاد وأمراض الغدة الدرقية قد يكون لحب الرشاد أضرار بالنسبة لمرضى الغدة الدرقية أو فرط نشاطها فلا يوصى باستخدامه في حالة قصور الغدة الدرقية وبشكل عام ينبغي الحذر من أخذ جرعات كبيرة من حب الرشاد ولفترات طويلة لتجنب أضرار ذلك أيضا هبوط مستويات البوتاسيوم لحب الرشاد تأثيرات مدرة للبول وقد تؤدي الجرعات الزائدة إلى غير المحسوبة منها إلى إخراج البوتاسيوم من الجسم مع السوائل والبول مما قد يتسبب في انخفاض البوتاسيوم في الجسم فإذا كنت تعاني من مشاكل ذات علاقة أو من مخاطر نقص البوتاسيوم فاحذر من أضرار حب الرشاد ولا تتناوله إلا بعد استشارة الطبيب أيضا لإضرار البول يزيد حب الرشاد من إضرار البول وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل وأضرار بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في الكلة أو من تشكل زيادة إضرار البول خطرا على صحتهم ففي تلك الحالات يجب تجنب حب الرشاد واستشارة الطبيب بشأن تناول الأعشاب الطبية والجرع المناسبة وتعتمد الجرع المناسبة من هذه الأعشاب على عوامل عديدة منها العمر والحالة الصحية أيضا بين المرأة والرجل تختلف وغيرها نصائح عامة بشأن تناول حب الرشاد ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد الجرعات الآمنة لذلك احرص دائما على عدم تناوله على نحو المبالغ فيه واحرص على استشارة الطبيب وخبراء التغذية قبل جعله جزءا من نظامك الغذائي إن الالتزام بالنصائح أعلى سوف يساعدك على تجنب أضرار حب الرشاد والحصول على أفضل فوائده وفي العموم يجب عند تناول أي نوع من الأعشاب الطبية مثل حب الرشاد يجب مراعاة بعض الأمور مثل لا بد من معرفة طبيعة جسمك واستشارة الطبيب أولا وذلك للتأكد مما إذا كانت هذه الأعشاب مفيدة أم ضرة وينبغي معرفة الجرع المناسبة من الأعشاب الطبية بقصد العلاج وعدم تجاوزها لكي لا تنعكس الفوائد إلى آثار جانبية حتى وإن كان الجسم سليما تماما ومنتمنى للجميع بدوام الصحة والطمأنينة حبايبنا ما هو رأيكم تعليقكم على حب الرشاد أو عشبة الحب الحمراء أو الثفاء وإذا كان في أسماء معروفة عنكم يمكن وضع ذلك في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين والزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته